الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا رد آخر على الإباضية وهم طائفة قليلة وتقريبا غير موجودة على مستوى جميع العالم إلا في سلطنة عمان وللمعلومية هم في داخل سلطنة عمان هم أقلية ولكنهم يمسكون بزمام الأمور فاستغلوا ذلك واستغلوا أموال الدولة لنشر باطلهم وطباعة كتبهم كهذه الكتب المطبوعة طباعة فاخرة جدا لينشر هذا المذهب الذي عفيا على مر تاريخ الإسلام واندثر ومنهجهم خلاصته هو منهج الخوارج الخلص الخوارج الخلص وحتى أنهم يلقبون أنفسهم بالنهروانيين بالمناسبة يعني إشارة إلى معركة النهروان والتي كانت بين الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والذين قال عنهم يقتلونها للإسلام ويدعونها للأوثان والذين جاء في الآثار عنهم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وكذلك ينضاف إلى مذهب الخوارج عند الإباضية أنهم جهمية أيضا فينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ينكرون الميزان وينكرون ورود المؤمنين على الصراط وينكرون الصراط الذي هو جسر جهنم كما جاء في صيح مسلم وكما جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وأيضا مما ينكر هؤلاء ينكرون أصولا من الإسلام وأصولا من الدين وهم مع ذلك يتفقون مع الصفية في الاثتغاثة بغير الله كما استغاث شيخم هذا المقبال حينما قرى قصيدة البردة يلحنها بصوته يلحن ويزين ويجمل ماذا؟ يزين ويجمل الشرك بالله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوثه الحادث العممي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جوديك الدنيا ضروتها ومن علومك علم اللوح والقلام وهذا كفر بالله هذا الكلام كفر بالله وشيركم بالله لأن اللياذة والعياذة والالتجاء والاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله كما هو متفق عليه بين جميع علماء المسلمين بل كما هو منصوص عليه في كل القرآن في كل القرآن وفي كل السنة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال القرآن كله توحيد فكل القرآن يدعو إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى النهي عن الشرك في عبادة الله كالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله كما فعل هذا الإباضي الخبيث من القرآن قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وأيضا قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما قبلها وفي كل القرآن عن دعاء أو سؤال أي أحد دون الله سبحانه وتعالى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فلا تدعو مع الله أحدا فجاءت أحدا في صيغة النكرة وجاءت هذه النكرة في صيغة النهي بقوله تعالى فلا لا هنا ناهية والنكر في صياغ النهي تفيد العموم فأفادت أحدا عموم الأحد أفادت النهي عن دعاء رسول الله كما يقول هذا البوصيري وكما يلحن هذا الملحن وهذا المغني الإباضي ولا يجوز أيضا أن يدعى أي ملك لا جبريل ولا ميكائيل ولا إصرافيل عليهم جميعا السلام ولا يجوز أن يدعى أو يستغاث بأي صالح فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا متفق عليه وليس فيه خلاب بين المؤمنين الموحدين ولكن هؤلاء الإباضية من تناقضهم أنهم خوارج يكفرون بالكبائر ومع ذلك يقعون في أكبر الكبائر فيستغيثون بغير الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي فيكفرون أصحاب الكبائر الإباضية كما سوبيهم بالوثائق ويقعون في أكبر الكبائر أليس هذا أعظم تناقض على وجه الأرض يكفر بالذنب ويقع فيه أعظم ذنب يكفر بشيء يغفره الله لمن يشاء ويعتقده ويقوله ويلحن ويغني بشيء لا يغفره الله إذا مات العبد عليه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به كدعاء غير الله كما فعل هذا الإباضي ويغفر ما دون ذلك من الكبائر ومن الصغير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية فيها أعظم رد على الإباضية لأن الإباضية قالوا هاتوا لنا آية من القرآن تدل على أن صاحب الكبير يغفر له هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به والشرك مثاله ما وقع فيه هذا الإباضي الخبيث المدعو بالمقبال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما دون ذلك من الكبائر التي تكفرون بها المسلمين أيها الإباضية الخبثاء أيضا من تناقض هؤلاء أيضا الإباضية أنهم يكفرون علي بن أبي طالب ويصاحبون الرافض الذين يؤلهون علي ابن أبي طالب هذا أيضا تناقض ثاني يدل على أن هؤلاء والله ورب السماء هم أصحاب أهواء وأصحاب بذع وأصحاب منكرات وضلالات لأن الله تعالى حكم على كل منهج لم يكن من كتاب الله أو سنة رسوله أن فيه اختلاف كثير أن فيه اختلافا كثيرا كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما وجد عند هؤلاء الباضية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابه